قتل أكثر من 17 شخصاً وأصيب 110 آخرون اليوم بانفجار قنبلة مخبأة داخل سيارة إسعاف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة قرب سفارات أجنبية ومباني حكومية في العاصمة الأفغانية كابول وقال ميرواس ياسيني وهو عضو في البرلمان وقد كان قريباً من موقع الانفجار لدى وقوعه قال إن سيارة الإسعاف اقتربت من نقطة التفتيش المجاورة للمجلس الأعلى للسلام وعدد من السفارات الأجنبية ثم انفجرت وعننت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار بعد أسبوع من إعلانها المسؤولية عن هجوم على فندق انتر كونتينينتل في كابول أودى بحياة أكثر من 20 شخصاً